اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان ماذا يحدث عندما تسيء او يسيء احدهم الى المسيح خليني في بداية هذه الحلقة استعرض بعض الامور اولا انه بلاد الغرب سواء في اوروبا او امريكا او كندا او حتى استراليا ونيوزيلندا هذه البلدان كلها تأسست على مبادئ مسيحية او بسموها جوديو كريسشنز يعني اخلاقيات الكتاب المقدس سواء من العهد القديم والعهد الجديد وطبعا بتطبق هذه التعليم وحتى قوانين الدول او القوانين في هذه الدول بكل بساطة بتسير او تحكم بحسب الوصايا العشر شيء تاني انه في هذه البلدان في فصل بين الدين والدولة يعني اغلب هذه البلدان هي بلاد علمانية العلماني فاذا هو شخص لا ينتمي لدين او يحاول ان يركز على دياني او طايفي محددة مع انه في هذه البلاد في كتير فيهم من المؤمنين المسيحيين طبعا لانه تأسست على مبادئ الكتاب المقدس فهذه القوانين اللي بتحكم هذه الدول لكن من ناحية تانية رغم انه هذه المبادئ وهذا هو الاساس في التشريع والقوانين في هذه البلاد الا انها بلاد علمانية في شيء اسمه قانون طبعا يعني زي قانون الامم المتحدة حقوق الانسان وحقوق الانسان في مواصفات في خصائص اللي بتتم وكل الدول المفروض تمشي وتتبع هذه القوانين في هذا الموضوع فاذا هذا البلد العلماني برحب في اللاجئين بيتحرك حتى مع انه علماني بيتحرك في مبادئ اخلاقية اللي هي اصلا كانت مبنية على كلمة الله على الكتاب المقدس رغم رغم ابتعادهم عن الله ورغم انه اغلبية الناس اما علمانيين في الملحدين يعني الكلاسيكا للفعل الملحد لا يؤمن بوجود الله وفي من المتشككين او الوجوديين يعني الناس يعني انواع فلما بيرحبوا في كل الناس في اللاجئين بحاولوا يطبقوا هذه المبادئ في احترام لحرية التعبير حرية الديانة حرية الرأي والانسان يختار ان يعبد ما يريد ان يعبد واذا كان اختيار العبادة او التعبير عن الحرية او التعبير عن الرأي يناقد القانون او يتعد على القانون او يحاول ان يفرد نفسه ضد القانون فطبعا يمكن بيكون في نوع من المسايرة والتهادن وهذا اللي عم بيصير في هذه الدول لألا نعثر ولألا يكون في اشي اسمه هيت كرايم يعني جرائم الكراهية ولا الازدراء بالاديان مع انه هذا اسطلاح كبير 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 يعني تطبيقه مش بالسهولة اللي احنا بنتكلم فيها اشتركوا في القناة